يا صديق بالله حلك كويس يا اخي計 byЛاه ضبط شعر لازم في ثبت شعر كوييس مرة ايوه انتبه بس حلك كلشي بس انتبه انتبه هذ التفاحة ما في المس أوكي ما في المس أوكي يا مدير تمام استهبل انت استهبل تحسب اني قلتلك لا تلمسها علشاني علشانك يا ثور إذا طاحت هذة التفاحة من راسي تعرف واش راح يصير تعرف واش راح يصير لا يا مدير أنا ما في معلوم ايش ممكن يصير يا مدير أشياء مظلمة جدا 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 راح تخرج ورح تكون فيه كوارث الأغلب حاليا يعاني من مشكلة بشعره وأنا مثلكم صراحة الشعر زاد عندي بشكل مزعج وبصراحة ودي يكون فيه حلاقين لكن أنتم عارفين أنه ممنوع أنه يجيك أي حلاق يحلق لك لكن هذا الأمر مو حضر أن يكون منظرك بهذا الشكل ياخي فيه مليون حل تقدر تستعمله اشتري مكينة حلاقة وحلق الشعر ياخي روح على الصفر حلق على الصفر ياخي خلنا شوف نفسنا في صلعاتك يا رجال ما تفرق بس لا يكون شكلك كأنك خارج من العصر الحجري شعرك كذا مليان وديقنك مش مرتب ومورك يعني وضعك كأنك تقول إيش فيه الرجال ذا ملحوص واللي صار له شيء واللي جه جني يعني أنتم عارفين سالفة الحجر والحلاقة وممنوع تجيب الحلاقين من هالكلام كلنا عارفين هذا الموضوع فالأغلب أساسا أشكالهم مش عاجبتهم أشكالهم الحالية مش عاجبتهم أتوقع والله أعلم مع انتهاء الحجر المنزلي بتصير فيه سوالف كثيرة جدا الناس بتكون أشكالهم تحفة والحلاقين رح يشوفون نفسهم علينا يعني من قدهم بصراحة الكل يبيهم بعد الحجر ياهو بيكسب ذهب ياهو بيكسب ذهب أتوقع بيكونوا طوابير طوابير تقول محل فول في عزة نمضان أيوه يا مدير الحمد لله أخيرا فيه رجع شغل أنا من زمان ما فيشوف أنت الحمد لله أنت كيف أنت كويس إن شاء الله الحمد لله يا مدير كله مية مية الحمد لله بك تضبط الشعر والدقن يا مدير بس التفاحة لا تلمسها أوكي أوكي يا مدير أوكي يا مدير آه خلاص كيف مضبوط مضبوط ما شاء الله ما شاء الله شكرا يا مدير شكرا تفضل وقف إيش فيك هذه 35 ريال أيوه هذا حسابك شعر والدقن لا يا مدير لا 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 هذا زمان ذهين حساب 100 ريال إيش والله ما أعطيك 100 ريال سلامات علي إيش مدير صلى على النبي صلى على النبي أهدى أهدى تعوذ من الشيطان نزل المقص نزل المقص تعوذ من الشيطان أوكي خذ 100 خذ 100 ريال بس والله آخر مرة حلق عندك والله ما عدت تشوفني مرة ثانية هذا فيه غربا هذا أستغفر الله العظيم أتوقع هذا اللي بيصير يعني لما انتهي الحجر المنزلي إن شاء الله وتشوف الأصحاب والأحباب أتوقع راح تصير مواقف كثير مضحكة لدرجة أنك ما تعرف أخوك حتى أخيرا أنت هذا الحجر وأقدر أشوف أصحابي ألوه لن يلا يلا أبشر ثواني ثواني بس وبكون عندك ثواني وبكون عندك هلا والله يا مستر ماس هلا و انت مين انت انت مين أما ما عرفتني أنا مستر ماس كيف ما تعرفني على ها إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسى تحط لايك وتشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات ونشو المقطع بين أصحابك كان معكم مستر ماس مع السلامة